والنهاردة برضو حرود على اسئلة رمضانية والغريب ان في نفس اليوم جالي اكتر من فرد بيسألني نفس المشكلة او بيشتكوا من نفس المشكلة والسؤال كان بيقول او الموضوع كان على ان بيقنبوا نفسهم قوي هما مش حاسين انه بيعملوا اللي عليهم في الحاجات اللي هما فرضوها على نفسهم في رمضان عايزين يعملوا يعني مسلا عايزين يصالوا اكتر عايزين يسبحوا اكتر عايزين يقروا قرآن اكتر في حاجات هما كانوا متوقعين هيعملوها ودخلوا في تقنيب على نفسهم ازاي هما ما انتجوش وكده فمتدايقين طيب هنستعمل التقنية دي هتساعدنا ازاي في دايما يرات ما هو حيخليني اعمل كده ازاي اكتر والله هو حيساعد لانه لما انا ادخل في موضوع ان انا فكر فيه او ان انا بتريد في تقنيب وده ناجة او ده سلبي ان انا مش عامل اللي علي مش هيديني فرصة حتى ارتب وقتي او ارتب ذهني او ابقى سعيدة ان اقبل او اعمل صح وتقنيب ضمير اوه بس مش جايب اللي انا عايزاه لانا كنت بتخيل ان تقنيب ضمير ده يحفزني ان انا اعمل اكتر بس هو بيحطيني في منطقة وحشة منطقة الناجاتف ده او السلبي ده فمبقاش عايز اعمل او مش قادر اعمل فانا لازم اكثر ده عشان ابقى بقيت طبيعية بقيت نوترل واتحفز كمان احنا ممكن نستخدمه ان اتحفز اكتر تاني بس عايز اقولها على حاجة بقى مش بالضرورة ان اعمل كل اللي انا يعني الفروض الكتير احنا نفسي دي وانا بقول على نفسي مش مفروض علي من ديني انا قررت ان انا عايز اعمل ده وعايز اعمل ده وعايز اعمل ده الجانب ده عندي الحياة عندي عيالي عندي البيت عندي الطبيق عندي عندي شغلي عندي مشاويري عندي رعاية اهلي حسب كل واحد وظروفه فلما الواحد بيحط حاجة او زيادة اوي وغالبا ما بيقدرش يلبيها وبعدين عشان هو اقرر ان ده لازم فرض لازم اعمل ده كله بيبتدي بقى يدخل في مشاكل جامدة نفسية ان هو انا مش ليه مش قادر فيه ناس تاني اقدر او انا ليه مش قادر وتعني بضمير كتير لما يمكن الفرض اللي انا احطه علي نفسي ده زيادة اوي ما قسم اليوم شمال يمين مش هينفع فهو مش بالضرورة بالكترة المهم ان انا اعمل الحاجة وابقى فيها بريزنت بريزنت يعني حاضر فيها يعني لو هي صلة وصوم ودعا وكده خمس دقائق وانا حاضره في اللي انا بعمله احسن من عدد وخلاص مش بتكلم في الدين مش عايز ادخل في الدين بيقول ايه بس الفروض معروفة يعني الفروض اي حد لو طلع كده بالدين بتاعه هيعرف الفروض اللي فعلا فروض البيبة احنا حطناه على نفسنا فروض اهم حاجة بالنسبالي انا كاميرات ان انا اتخلص من المشاعر السلبية اللي جات لي من تقنيب الضمير فحبتدي ازاي حفكر ايه من ان حاول مثلا ان انا كنت اقلي حقرة عدد صفحات معينة في القرآن او كنت حصلي زيادة كذا او كنت حصلي بره البيت بشكل والبيت او اي حاجة وحصدق كل يوم وما بصدقش كل يوم مع اين كان الموضوع فحبتدي انا متضايق من ده وحقيمه وهبتدي اقول بالرغم ان انا متضايق من نفسي علشان ما بعملش اللي انا كنت متخيلة هعمله انا كويسة او اي انا بتقبل نفسي وحلقولها ثلاث مرات بالرغم ان انا متضايق قوي ان انا فايت كذا يوم ومش بعمل اللي اللي حلمت هعمله اللي انا كتبته في الجدول قدامي واللي قلت اكيد حقدرها احققه بس انا بتقبل نفسي برغم ان انا مش محققه اللي انا عايز احعمله قلو فانا نياتي نفسي عمله انا بحبه تقبل نفسي وحبتدي اشتكي هنا بسبعين اي سبعين وحبتدي اقول مش محقق اللي انا عايزه مش عامله كده مش بعمل اللي انا قلت حعمله انا فكرت كتير وقلت حعمل ده بس مش بقدر مش ملاحق حاجة بتحصل او احسن كسلان تعنب نفسي كتير بقول هو انا كسلان انا مش ملتزم ايه اللي فيا فيا حاجة غلط بقول كلام كتير قوي من جوه كلام كتير قوي مؤذي لو كنت بقوله لحد كانت بهدل وكانت خانق مع هيا بس انا عمال اعمل كده في نفسي والحقيقة ده تعبني واخد مساحة كبيرة مني هلكني مش فايدني قوي محفزنيش اعمل وكل اليوم بس انا عمال اعنب في نفسي وخلاص بتلاحية ما اشتغلش كويس لان ما خلينيش اعمل لان لو كان خليني اعمل كان زي ماني مرتاح دلوقتي ما كنتش اشتركت دلوقتي بس انا لسه بشتكي ديبانا لسه موصلتش اللي انا عايزه وحفظ الاعمل ده واشتكي لغاية ما حس كده لما اخد نفس خلاص بقى ما هو اللي حاصل ان وقتي بكفي كده الحاجة اللي كنت بحسب بتاخد نص ساعة بتاخد ساعة اللي كنت بحسب حراوح في نص ساعة لا براوح في ساعة ونص مش عارفة بعمل ايه بياخد دكتر جهدي كده انا فعلا عملت بس انا الوقتي لما هدي ده كده لتقريبا ثلاثة او اربعة مش معادش منهور من نفسي قوي وبطلت اني بنفسي قوي حالا لدخل حاجة تقني انا كمان عايزه دخل مسامحة ان انا بعمل كده فاللي عايزه اقول يا ترى ينفع ان انا اسمح نفسي واشكل نفسي على اللي قدرت اعمله يا ترى ينفع ان انا اشوف اللي عملته كويس واشوف كمان انا اقدر اعمل اكتر شوية ان شاء الله عشرة في المية بس لو ده لو ده غراضكو يعني ترى ينفع ازود بس عشرة في المية اللي انا قادر اعمله دلوقتي بلاش ابص الفوق قوي كده بلاش ابص للجدول الكبير اللي انا كتبته طب انا هحس الحتة حتة ترى ينفع اقبل ده لنفسي ترى ينفع ترى ينفع احس ان انا كويسة حتة لو انا بعمل قد كده بس ابقى على المرتاح انا بختار ان اقدر ازود و لو عشرة في المية حتى لو واحد في المية ان انا احسن من نفسي كل يوم حتى هو ده المطلوب ان اضيف حاجة واختار ان اعرف ان انا برضو دي قدرات وان انا اهم حاجة ان اعمل احسن ما عندي ادي اهم حاجة وبنية وبصدق احسن من نفسي كل يوم ممكن احسن دي تكون في الجودة في الطريقة ممكن احسن دي تكون في الكم ان اعمل اكتر انا اللي هارف احكم على ده و ازود و احسن و ارضى عن نفسي و كل شوية ازود تاني اوكي ممكن نعمل هكده who عندخ contrat انا ان شاءالله ازود 1 في 100 في 101łości حيبتدي احس انه عادي اغضي رطيف بدل ما كنت فيه المبعملش المعملش كفاية المبعملش المعملش كفاية المعملش المعملش كفاية المعملش كفاية عفكرة ده بياخد كمية جهد ذهني فاضيه بيهدنا يخليه مش عارفين نعمل ده احنا عايز افضي ده اسالك ده اروأ البال ده عشان يعرف يعمل اللي انا عايزه يعمله وبعده انا عايزه يكت راجعه اللي انتو كتبينه وملناش دعوه بالافراد التانية بتعمليه كل واحد عارف نفسه فعلا يقدر يديه الدقيه ويعمل اللي يقدر عليه شكرا عايزين ترفه اكتر عن تقنية الراحة النفسية وتقرير زي الواحد يبقى اسعد في حياته ويتخلص من مشاعر السلبية طبعا هو اي اف تي او تقنية التخلص من مشاعر السلبية الوابسايت بتاعتي تي تي اي تي دوت كوم وصفحات بتاعتي راحتك في ايدك مع ميرات شكرا ترجمة نانسي قنقر